السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الضوار اللغوية وتحديدا مكون التراكيب المندرج دائما ضمن دروس الوحدة الثانية الأسبوع الثاني المرجع مرشدي في اللغة العربية المستوى الخامس وحدة الحقوق والواجبات نبدأ على بركة الله علم المدرس اليوم الفعل اللازم والفعل المتعد الفعل اللازم والفعل المتعد أقرأ وألاحظ جلس طفله جلس طفله تحصر الجد يسمع الطفل أحاديث جده يسمع الطفل أحاديث جده يتلف بعض الناس الممتلكات العامة يطلف بعض الناس الممتلكات العامة لاحظوا معي هذا الجمل إذن هي عبارة عن جمل فعلية لاحظوا جمل فعلية إذن الجملة الأولى تتكون من فعل وفاعل الجملة الثانية أيضا فعل وفاعل لاحظوا معي الجملة الثالثة فعل فاعل مفعول به إذن فعل فاعل مفعول به جملة الرابعة فعل فاعل والمفعول به والممتلكات لأنه جمع مؤنة سالم إذن يتلف بعض الناس الممتلكات الممتلكته المفعول به كما قلت لأنه جمع مؤنة سالم إذن لماذا بعض الجمل بها فعل وفاعل فقط وبعض الجمل فيها فعل فاعل ومفعول به لأن هناك بعض الأفعال اللازمة التي تكتفي فقط بالفاعل وبعض الأفعال المتعدية لا تكتفي بالفاعل بل تتجاوزه إلى مفعول به إذن كيف سنعرف ذلك من خلال الأنشطة إذن أحلل أقرأ معطيات الجدول بانتباه وأملأ الفراغ بما يناسب إذن الجملة الأولى الجملة الفعلية جلست طفله الفعل جلست الفاعل الطفله المفعول به غيره موجود لنش المفعول به إذن الفعل اكتفى بفاعله نعم الفعل احتاج إلى مفعول به لا لم يحتاج الفعل إلى مفعول به نوع الفعلي لازم تحصر الجد هناك طريقة يمكننا أننا نعرف وش الفعل يحتاج المفعول به أو لا لاحظوا معي جلست طفله إذن إذا كتبنا جالساهو مثلا جلساهو لحظوا معايا ما كنش عنده معنى فعل نهائيا جلساهو يعني ما نسباتوش أنه يتصل بالهاء الأفعال اللي كتصل بالهاء وكيكون عندها واحد المعنى يعني ممكن أنك نقوله هذه الأفعال متعدية تحتاج إلى مفعول به ولكن لاحظوا معايا جلساهو لا يحتاج إلى الهاء ولا يحتاج إلى مفعول به أختار مثلا مثلا يتلفوا غل ناخد فعل يتلفوا يتلفوا يمكننا نقوله يتلفه يتلفوا المحصولة مثلا يتلفوا المحصولة المفعول به ويمكننا نقوله يتلفوا يعني هنا الهاء منتصلات مع الفاء مع الفعل أفول منتصلات مع الفعل عندها واحد المعنى يتلفه ماذا أتلفه مثلا أتلف المحصول يتلفه نتابع تحصر الجدو إذا ما هو الفعل الفعل هو تحصر الفاعل الجدو المفعول به لا يوجد لا يمكننا نقوله تحصره لاحظوا معايا إذا كتبنا تحصره ليس هناك معنى للفعل تحصره إذن ما يمكنش يقترب لها إذن هذا فعل لازم الفعل اكتفي بفاعله نعم الفعل يحتاج إلى مفعول به لا نوع الفعلي أيضا لازم لو الفعل لازم يسمع الطفل أحاديث جده الفعل هو يسمع الفاعل الطفل المفعول به أحاديث هل فعل اكتفى بفاعله لا بل تجاوز إلى مفعول به الفعل احتاج إلى مفعول به نعم نوع الفعل متعد يسميه فعل متعد يسميه فعل متعد يطلف بعض الناس الممتلكات العامة إذن الفعل هو يطلف الفاعل بعضه المفعول به الممتلكات الفعل اكتفى بفاعله لا الفعل احتاج إلى مفعول به نعم نوع الفعل متعد استنتج الفعل اللازم هو الذي يلازم فاعله ولا يتعداه إلى المفعول به جلس الطفل إذن الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يتعداه إلى مفعول به جلس الطفل والفعل المتعد هو الذي يتعدى فاعله إلى نصب مفعول به يسمع الطفل الحكاية الحكاية إذن الفعل المتعد هو الذي يتجاوز الفاعل وكي تتعدى إلى المفعول به هنا مثلا يسمع الطفل الحكاية يمكننا قوله يسمعها يسمعها إذن عندها معنى يعني ما كاناش واحدة الراكاكة إذن هذا الفعل يسمع فعل متعدي دائما أضيفوا لها وتأكدوا إذا كان الفعل لازم أو متعدي أطبق وركبوا الأفعال الآتية في جمل مفيدة لاحظوا معي الفعل الأول حضرة حضرة سأضيفها إلى حضرة حضره أو حضرها إذن عنده معنى إذن هذا الفعل متعدي مثلا نقول حضرة طفله الاحتفالة حضرة طفله الاحتفالة كما كتلاحظوا احتاج الفعله إلى مفعول به فعل فاعل ومفعول به عرفة إذن عرفة يمكننا نقول عرفة عرفه أو عرفها إذن عرفة تلميذ نتيجة الامتحان أو الاختبار إذن عرفة تلميذ نتيجة الامتحان إذن فعل فاعل مفعول به كتب كتب أيضا نستطع نقول كتبه أو كتبها إذن أيضا فعل متعدي كتب الأستاذ درس على صبورتي كتب الأستاذ الدرس على الصبورتي الفعل الأخير وقف وقف لاحظوا معايا وقف إلا ضفط لي الهاء أو الهاء كنا وقفاه أو وقفاه ما يكونش عنده معنى إذن هذا فعل لازم وسنكتشف ذلك من غير من خلال الجملة إذن سيكتفي فقط بالفعل وقف الأطفال لتحية العالمي وقف الأطفال لتحية العالمي أميز الأفعال اللازمة والمتعدية مع ذكر السبب إذن هنا سنميز الأفعال اللازمة من المتعدية مع ذكر السبب إذن تنهد الجد تنهد الجد لاحظوا معايا عندي فعل فاعل إذن اكتفى هذا فعل لازم اكتفى بالفاعل اكتفى بالفعل بالفاعل فعل لازم اكتفى بالفاعل حكى الجد جد قصة إذن فعل متعدي متعدي لم يكتفي بالفاعل وحتاج إلى مفعول به إذن يتعدى إلى مفعول به نحب الوطنة إذن نحب الوطنة عندي فعل الفاعل ضمير مستتر إذن الوطنة مفعول به إذن هذا فعل متعدي متعدي نحافظ على نظافة الشارع لازم نفس القعيدة إذن الفعل المتعدي الفعل المتعدي هو الذي يتعد فاعله إذن الفعل المتعدي هنا تعد الفاعل لأن الفعل احتاج إلى مفعول به بالنسبة للفعل اللازم اكتفى بالفاعل يلازم فاعله فقط لنعرب إذن السؤال الثاني أعرب إن مواطن صالح يحب وطنه إذن إن إن تذكر الثالث السابق ناصخ حرفي المواطن المواطن اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر يمكن لكم تكمل الفتحة الظاهرة على آخر الصالح نعت منصوب وعلامة وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخر يحب فعل مضار مرفوع بالضمع بالضمع الظاهرة على آخر وطنه إذن وطنه مفعول به إذن هنا أين الفاعل والفاعل ضمير مستر تقديره ماذا تقديره هو وطنه 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 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر وهو مضاف عنده هنا وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه إذن نكمل فاز المجدون الجملة الثانية هنا إذن نكمل الإعراض والجملة الفعلية يحب وطنه في محل رفع خبر إنا إذن والجملة فعليته يحب وطنه في محل رفع خبر إنا إذن الجملة الموالية فاز المجدون في الامتحان إذن فاز المجدون في الامتحان إذن فاز فعل مض مبني على الفتح الموالية المجدون فاعل مرفوع أشكروا لي بأن الفاعل كي يكون مرفوع بالضمة هنا الفاعل مرفوع مرفوع بماذا؟ بالواو لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم في حرف جر الامتحان اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الطاهرة على آخره إذن فاز فعل الماض مبني على الفتح المجدون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم في حرف جر الامتحان اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الطاهرة على آخره إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع وذائع مع السلامة